احمد الله وبركاته حضرتك وقت في لزيل شوية بعد يزيل السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا شيء اصدق لي اولا الزعتر بتحطي على الملوخية الزعتر ايو لا الزعتر ما يتحطيش على الملوخية الا زي انت حبا يتحطي على الملوخية اللي ايه الزعتر ما بينضفش للملوخية ايه بنضيفك زبرة خضرة ونعناعة للملوخية اما الزعتر اذا انت حبا تضيفي للملوخية ما فيش مشكلة طلينة بيدفوه للملوخية اه الملوخية دي خضرة ولكن هي اكلة شرقية اه فالزعتر مش محبب لها عند الشرقيين يعني اه ولكن المطبخ الغربي اللي هو الطلينة بيضيفه للزعتر لكل اكلته الريحان الاخضر ولكن الزعتر بيلعب دور اساسي في المطبخ الايطالي وبيلعب خاصة للبيزة ولو تلاحظ انا جايبه جنبه هنا هوت علشان همضيفه للخضرات بتاعتنا نعم شكرا نسي اشكري ايه ولتليش السؤال ايه الاجابة الخميرة البلدي بتبقى بتتكاوم من الفطريات من الفطريات اه نظبوط الخميرة الفورية بتبقى عبارة عن عن بضرة بضرة عدية مش عارسة يا الخميرة الفورية بتتكاوم من ايه طيب ارجوك تلحلقاتنا النهاردة ايه يعني البزة الاطالي وايه كمان اشتركوا في القناة